بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرح سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درس جديد من دروس آداب المشي إلى الصلاة يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضوها الأجنى الدائمة للإفتاء والذي يشرح هذه الدروس الطيبة المباركة والذي يتابعها لإخوة والأخوات أهلا ومرحبا بسمحة الشيخ صالح حياكم الله مبارك فيكم وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد الأصل أن صوت المرأة عورة لأنه يفتن من يسمعها من الرجال ويتسر صوتها إلا إذا لم يسمعها أحد أو كانت بحضرة نساء ولا بأس أن ترفع صوتها لقراءة القرآن سواء في الصلاة أو في غيرها نعم والمتنفل في الليل يراء المصلحة فإذا كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر نعم وإن كان ممن يستمع له جهر وإن كان ممن يستمع له كالإمام ونحوه فإنه يجهر ليبلغ من خلفه نعم وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته نعم قراءة الليل جهرية وقراءة النهار في الصلاة سرية لكن لو أنه نسي فجهر في النهار أو أسر في الليل فإنه لا حرج ويبني على قراءته التي جهر بها أو أسر بها نعم وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص نعم ترتيب الآيات واجب لأنه ورد بالنص كان صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآية أو الآيات فإنه يأمر أصحابه أن يجعلوها في موضع كذا وكذا من المصحف هذا معنى أنه بالنص يعني أن الذي رتب الآيات هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأما السور فترتيبها بالاجتهاد وليس بالنص باجتهاد الصحابة ولهذا تجوز قراءة هذه قبل هذه نعم وترتيب الصور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء فتجوز قراءته هذه قبل هذه نعم بينا هذا ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتاباتها نعم هذا مما يدل على أن ترتيب الصور أنه بالاجتهاد وليس بالنص من الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أن مصاحف الصحابة تنوعت في ترتيبها للصور دل على أن الأمر في ذلك جائز نعم وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمر نعم نتره أحمد قراءة حمزة والكسائي الذين يقال لهم الأخوان لما فيها من المبالغة في التجويد الله أعلم وكره الإدغام الكبير لأبي عمر بن العلاء أحد القرى المشهورين والإدغام الكبير هو إدغام آخر آية في أول آية مثل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رحمن الرحيم مالك يوم الدين فلا يربط بين الآيتين وإنما يقرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعم ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه إذا فرغ من القراءة في الصلاة فإنه يسكت قليلا حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يكبر للركوع نعم ولا يصل قراءته بتكبير الركوع نعم لا يصل آخر الآية بالتكبيرة وإنما يقف على الآية ويسكت ثم يكبر للركوع نعم فيكبر فيضع يديه مفرجتي مفرجتي الأصابع على ركبتيه يكبر للركوع بعد فراغه من القراءة وسكوته قليلا يكبر للركوع وهذه تكبيرة الانتقال من تكبيرات الانتقال فويحني ظهره يحني ظهره ويجعل كفيه على ركبتيه ملقما كل يد ركبة ويفرج بينها صابعها هذه كلها سنن ولله الحمد من سنن الصلاة سنن فعلية ويمد ظهره مستويا لا يقوس ظهره ولا يرفع رأسه يشخص رأسه وإنما يمد ظهره في الركوع مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره لا يخفضه لا يشخصه ولا يخفضه لحديث عائشة ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد نعم يجافي مرفقيه عن جنبيه في الركوع لحديث أبي حميد السعيد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزك عضديه بجنبيه بل يجعل بينهما فضاء نعم ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وهذا واجب من واجبات الصلاة لحديث حذيفة رضي الله عنه نعم وأدنى الكمال ثلاث أدنى الكمال في تسبيح الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات هذا أدنى الكمال وأعلاه في حق الإمام والمنفرد سبع سبع تعظيمات سبحان ربي العظيم سبع مرات وأما الإمام فلا يشق على المأمومين فأدنى الكمال ثلاث وأقله مرة واحدة وهذا هو الواجب وما زاد عنه فهو سنة نعم وهكذا حكمه سبحان ربي الأعلى في السجود لأنه لأنه أدنى الكمال في حق الإمام والمأموم ثلاث مرات أدنى الكمال والواجب مرة واحدة سبحان ربي الأعلى نعم ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم لا يقرأ شيء من القرآن في ركوعه وسجوده وإنما يأتي بسبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ويدعو يدعو في ركوعه وسجوده وفي سجوده أوكت بقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد نعم ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إمام ومن فرد سمع الله لمن حمده وجوبا نعم ثم إذا أكمل الركوع فإنه يرفع رأسه يرفع رأسه قائما من الركوع نعم ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إمام يرفع رأسه من الركوع ويرفع يديه إلى حذو منكبيه مثل ما رفعهما عند تكبيرة الإحرام نعم إمام ومن فرد سمع الله لمن حمده وجوبا يعني يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول سمع الله لمن حمده إذا اعتدل من الركوع ومعنى سمع هنا استجاب سمع الله لمن حمده أي استجاب ولهذا عدي بالله نعم وإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد فإذا اعتدل قائما من الركوع فإنه يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أي ما قال من هذه الألفاظ فإنه قد أتى بالمشروع ربنا ولك الحمد أو لك الحمد نعم نعم وإذا شاء زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد وإن شاء زاد على ربنا ولك الحمد ملأ السماء زاد ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أي أن الله جل وعلا قادر على أن يجعل هذا يملأ السماوات ويملأ الأرض فما بالك بهذا الفضل العظيم الحمد لله الذي يملأ السماوات ويملأ الأرض بكلمة واحدة يقولها المسلم نعم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نعم ولا ينفع ذا الجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت كما في قوله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم لا مانع لما أعطيت لو اجتمع الناس كلهم أن يمنعوا عطاء الله لعبده ما قدروا على ذلك ولو اجتمع الناس كلهم أن يعطوا من منعه الله لم يقدروا على ذلك فالله جل وعلا هو المعطي وهو المانع المانع ومن يحول بين العبد وبين ربه ليمنع مدد الله لعبده لا أحد يقدر على ذلك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد والجد المراد به الحظ هنا المراد بالجد الحظ هنا ولا ينفع ذا الجد يعني ذا الغنى غناه نعم نعم وله أن يقول غيره مما ورد وله أن يقول غير هذا الدعاء أو هذا الذكر إذا رفع من الركوع واعتدل مما ورد لا يأتي بشيء من عنده لم يرد وإنما ما ورد في هذا المقام يقوله نعم وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد وهذا ما ورد في حديث أبي سعيد وغيره ربنا لك الحمد يعني بدون واو لأنه والد نعم أحسن الله إليكم فإذا أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة إذا وصلت يد المأموم إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركوع فيطمئن ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع نعم ثم يكبر ويخر وإذا لم تصل يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام فإنه فاته الركوع هذا هو الضابط نعم ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه ثم يكبر للانتقال يقول الله أكبر ويخر يعني ينحط من القيام إلى الأرض ساجدا لله عز وجل نعم نعم فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه يضع ركبتيه أولا ثم يديه على الأرض ثم وجهه جبهته وأنفه على الأرض هكذا هذا هو السنة إلا للمريض أو الكبير السن الذي يحتاج إلى أن يضع يديه قبل ركبتيه فلا بأس بذلك أما القوي فهذه هي السنة في حقه أن يضع أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه ويضع ركبتيه على الأرض قبل يديه ووجهه نعم ويمكن جبهته وأنفه وراحته من الأرض يمكن جبهته الساجد يمكن جبهته من الأرض وأنفه أيضا لا يرفع الأنف ويضع الجبهة لأن الأنف تابع للجبهة فلا بد أن يسجد على جبهته وأنفه جميعا على الأرض نعم ويكون على أطراف أصابع رجليه ويسجد على أصابع رجليه على أصابع رجليه موجها رؤوسها إلى القبلة نعم والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن السجود على هذه الأعضاء السبعة ركن وإن رفع شيئا منها من غير عذر لم يصح سجوده لأنه ركن من أركان الصلاة يسجد على سبعة أعظم كما في الحديث نعم ومرت أن أسجد على سبعة أعظم الرجلين واليدين والوجه والأنف نعم نعم ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه نعم يستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه سواء كان يصلي على الرمل أو يصلي على فراش يباشر براحته في سجوده المصلى ولا يرفع شيئا من أعضائه في حالة السجود نعم وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقه ضم أصابع يديه موجهة إلى القبلة مبسوطة على الأرض وموجهة إلى القبلة ولا يفرج بين أصابعه بل تكون مضمومة نعم إلى هنا الوقف في هذا الدرس سوف نستكمل إن شاء الله ما تبقى من آداب المشي إلى الصلاة في الدرس القادم شكر الله لسماحة الشيخ صالح وبارك الله فيه وفي علمه ونفع به الإسلام والمسلمين يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله أشكر فريق العمل الذين سجلوا هذا اللقاء كما أشكر زميلي من هندسة الصوت عبد الله المواش يتجدد اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله